نجى محافظ تعز بعجوبة من أحدث جريمة قتل سياسية تشهدها العاصمة السياسية المؤقتة عذن حدث استدعى ردود أفعال غاضبة من جانب قيادات السلطة الشرعية في وقت لا يزال فيه المراقبون ينظرون بقلق إلى تداعية التصريحات الخطيرة الصادرة عن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي لموالي لأبوظبي بشأن تجيش السلافين إلى تعز لنصرة كتاب أبو العباس هناك فقد أكد الرئيس عبد الرب منصور هادي خلال اتصال هاتفي بمحافظة تعز أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدفه لن يزيد الدولة والسلطة المحلية في محافظة تعز إلا إصرارا على استكمال تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة ميليشيا الحوث الانقلابية فيما شدد نائب الرئيس الفريق لمحسن صالح في اتصال مماثل على ضرورة أن تباشر الأجهزة المختصة لإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادثة وأن تتحل الأجهزة الأمنية بمزيد من اليقظة الأمنية بما يجعلها قادرة على ردع مخططات التخريب والإرهاب وأكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن داغر من جهته أن الحكومة ستعمل جاهدة على محاربة الإرهاب والعنف والتطرف ومطاردة العناصر الإرهابية أينما وجدت وتقديمهم للمحاكمة فيما تعهد وزير الداخلية باشتثاث الإرهاب واستئصال شأفته والقضاء على خلاياه ومنابعه التمويلية ودك عرى التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها وفي المقابل أثارت التهديدات التي تضمنتها تغريدات نشرها هاني بن بريك على حسابه في تويتر مخاوف المراقبين بشأن تداعيتها الخطيرة خصوصا بعد أن توعد بتحريك كل السلافيين الذين خرجوا لدماج لنصرتها وذلك لنصرة السلافيين في تعز تكرس عدن التي يهيمن عليها الإماراتيون نفسها كساحة مفتوحة لجرائم القتل السياسي التي تستهدف فئات وشرائح اجتماعية وقوى سياسية بعينها فقبل يوم واحد نجا قائد اللوى الرابع عمالق نزار الوجيه الموالي للرئاسة اليمنية من محاولة اغتيال استهدفت سيارته في حي المبدرة بعدا بعبوة ناسبة تشبه كثيرا تلك التي استخدمت في سيارة محافظة تعز في استنساخ مفضوح لأدوات الجريمة وتقنياتها إلى جانب أنها تتوخل أهداف نفسها تقريبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر